الله أكبر قد يظن المشاهد والمتلقي أن هذا التكبير بداية لتحرير الأقصى إلا أن الأمر مختلف تماما هنا يعلن الحرس الثوري الإيراني قصف قرى مأهولة بالسكان شمالي العراق فمنذ تسعة أيام لم يتوقف القصف الإيراني المكثف الذي تسبب بنزوح السكان وأدى إلى عشرات الضحايا والمصابين من بينهم نساء وأطفال الصمت المطبخ وتجاهل الرد على الهجمات الإيرانية تساؤل أثاره عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري من أنه لا يتناسب والتصعيد الذي أثارته الحكومة وأحزابها عقب القصف الذي طال المخيم السياحي في زاخو بمحافظة دهوك وجهود تدويل القضية رغم نفي تركيا مسؤوليتها عن الهجوم ودعواتها للمشاركة في التحقيق للكشف عن الجناة والذي رجع أن تكون ميليشيا البيكاكال مقربة من ميليشيا الحجد هي المنفذة وبالتزامن مع سمرار القصف يحل الكاظمي ضيفا لدى حكومة أربيل التي تتعرض مناطقها الشمالية لسلسلة هجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية لربما لن يكون لصد انفجاراتها دافع للتحرك أكثر من بيان إدانة والسنكار لا يخلو من رجاء لحفظ ماء وجه سلطة تقود دولة هشة تفتقر مفهوم السيادة صحيفة واشنطن بوس أكدت أن القصف الإيراني ضد كردوسان العراق لا يعد أكثر من محاولة لصرف الأنظار عن التظاهرات المنددة بنظام الحكم في طهران فلجأت إلى قصف مناطق الشمالية العراق بذريعة ضرب مجموعات معارضة لكن القصف طال كما شاهد العالم مدنيين وأطفالا وصل دوي صراخهم المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث مقر الحكومة فلا أحد منهم يجرؤ على مطالبة إيران بوقف قصفها ترجمة نانسي قنقر